من الشعر حكمة اخبرنا استاذي يوما عن شيء يدعى الحرية فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية ما الحرية هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أم مصنوعات وطنية فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية لا تملك سيفاً أو قلماً لا تحمل فكراً وهوياً وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية ونذرت لأن أحيان الله وكانت في العمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثاً عن معنى الحرية ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية إن الحرية أن تحيا عبداً لله بكلية وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية لا حسب قوانين طغات أو تشريعات الأرضية وضعت كي تحمي ظلاماً وتعيد القيام الوفنية الحرية لا تستجدى من سوق النفذ الدولية والحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية الحرية نبت ينمو بدماء حرى وزكية يعلو بشباب وبنات ورجال عشق الحرية ورجال عشق الحرية لن يرفع فرعون رأساً لا 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 لن يرفع فرعون رأساً إن كانت بالشعب بطير إن كانت بالشعب بطير من الشاري حكمة